السلام عليكم ورحمة الله النهاردة ان شاء الله هنحاول نبسط درس التمييز قدر المستطاع من خلال حل تمرين على الدرس ده والتطبيق وشرح ازاي نقدر نتعامل مع السؤال وازاي بنحول العدد يعني الفيديو ده مش بس حل تمرين ده كمان هيكون حل تمرين وشرح وكأننا بنشرح درس التمييز من خلال حل التمرين فهو مهم جدا ان شاء الله اول سؤال معنا اكتب الاعداد الاتية بحروف عربية مع ضبط التمييز بالشكل هنا بنقول يتكون فريق قرة القدم من 11 لاعب وهنا طبعا عايز احول الرقم اللي هو 11 ده عايز احوله لحروف عربية مع ضبط التمييز اول حاجة هتخلي بالك منها هي التمييز احنا بنقول ايه 11 واحنا عارفين كده وحفظين ان العدد من 11 ل99 التمييز بيكون مفرد منصوب يبقى هكتب الجملة كده واسيب خانة العدد فضية وخلي بالي ان التمييز هنا اللي هو كلمة لاعب لازم يكون مفرد منصوب فهقول لاعبا يبقى اول حاجة عملناها هي التمييز طيب تمام العدد بقى انا ملاحظ هنا ان كلمة لاعب دي كلمة مذكرة وانا عارف ان العدد 11 و 12 دايما يوافقان المعدود المعدود اللي هو التمييز اذا مدام المعدود هنا مذكر اذا العدد كله هيكون مذكر فهقول احد عشرة ولازم افتح الشين اللي هي في كلمة عشرة لان احنا متفقين عشرة لو دلت على مؤنس فهنقول عشرة بتسكين الشين اما اذا دلت على مذكر فبنقول عشرة بفتح الشين طيب افرد ان انا عايز اعرب العدد ده طبعا احنا متفقين ان العدد من 11 ل 19 انا عارف ان العدد ده بقول عدد مبني على فتح الجزئين وبعدين بشوف منقعه الاعرابي ايه واعربه على هذا الاساس الا العدد 2 و 2 الا العدد 12 تمام ركز بقى معي هنا احنا بنقول يتكون فريق قرة القدم من اذا من هنا حرف جر اذا العدد ده هيكون مجرور طيب هعريبه ازاي هحفظ الجملة دي زي ما هي كده اقول عدد مبني على فتح الجزئين في محل هنا في محل ايه جر اسم مجرور لانه هنا اسم مجرور طيب افرد مثلا كان فاعل اقول برضو نفس الجملة عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع فاعل عدد مبني على فتح الجزئين في محل نصب مفعول وهكذا على حسب موقع الكلمة الإعرابي طيب لو قلنا اشترك في المسابقة واذكرت لك العدد خمسة طالب وبعدين العدد 64 طالبة وهنا طبعا عايزة أحول الأرقام دي إلى حروف فهنقول اشترك في المسابقة وأنا عندي العدد خمسة يبقى أول حاجة أعملها هي التمييز من ثلاثة لتسعة التمييز اللي هو اللي بعد العدد بيكون جمع مجرور بالإضافة فهنا هقول طلاب طلاب تمام طيب تمييز العدد الثاني اللي هو 64 احنا متفقين من 11 ل99 مفرد منصوب فهنا هنقول طالبة طيب تمام هنا احنا بنقول طلاب وأنا عندي العدد من ثلاثة لتسعة بيخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا فأنا عندي هنا طلاب مفردها طالب إذن هي مذكر يبقى العدد خمسة هيخالف هيجي مؤنث فهأقول خمسة طول طلاب طيب بعد كده 64 أنا عندي أول جزء من العدد اللي هو العدد 4 ده بيخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا فبالتالي طالبة هنا مؤنث إذن العدد هيكون مذكر فهأقول أربع أربع تمام طيب يطرى بقى ستين ولا ستون ركز معا كده ستين أو ستون ده بيتحدد من خلال الموقع الإعرابي تمام ركز إحنا بنقول اشترك في المسابقة إذن العدد ده هو الاشترك إذن العدد ده هو فاعل إذن أي عدد هيجي في الجملة بعد كده هيكون مرفوع يبقى هنا العدد هنا هنقول ستون وليس ستين ليه؟ لأنه هيبقى معطوف على مرفوع فبالتالي هيكون مرفوع أيضا وطبعا لو هنعرف العدد فإحنا بنقول اشترك في المسابقة زي ما قلنا خمسته إذن خمسته هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم لأنه هم اللي اشتركوا طيب بعد كده في جيبي وبعدين العدد 93 جنيه وبعد كده العدد 17 قرش تمام ركز معا خلي بالك أول حاجة من التمييز التمييز هنا 93 يبقى لازم نقول جنيه مفرد منصوب من 11 ل99 و17 أيضا هنقول قرش مفرد منصوب طيب كده هنقول في جيبي وخلي بالي أنا عندي هنا جنيه مذكر يبقى العدد 3 هيجي مؤنث فهقول 3 تمام وبعدين حرف العطف الواو طيب هنا هنقول 90 ولا 90 خلي بالك لما يجي لك في الأول كده جر ومجرور يبقى ده شبه جملة خبر مقدم يبقى العدد إعرابه هيكون مبتدأ مؤخر فبالتالي هيكون مرفوع فبالتالي هنقول 93 تمام جنيه طيب بعد كده 17 7 بتخالف وكلمة قرش مذكر إذن هنقول و7 10 قرشا وطبعا هنا لو عايز أعرب 17 هقول الجملة اللي أنا حفزتها من شوية هقول عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع اسم معطوف طيب بعد كده صوب الخطأ في الجمال الآتية لو قلنا مثلا اشتريتوا 24 قصص ركز معي هنا وتعالى نتأكد أول حاجة تتأكد منها هي المعدود اللي هو التمييز أنا عندي إلى عدد من 11 ل 99 التمييز مفرد منصوب ولكن هنا قال لي قصص يبقى ده جمع مجرور يبقى الكلمة دي غلط يبقى كلمة قصص دي المفروض تكون قصة مفرد منصوب وبعدين أتأكد كمان إن العدد جاي هنا يعني بصورة صحيحة أنا عندي قصص دي مفردة قصة قصة مؤنثة يبقى العدد أربعة هيخالف فبالتالي هقول أربع إذن جاءت صحيحة طيب تمام و أتأكد إن عشرون دي صحيحة من خلال الموقع الإعرابي للعدد فأنا عندي اشترى فعل ماضي أتاء فاعل أربع هنا مفعول إذن كلمة عشرون دي هتكون معطوفة على أربع يعني هتكون منصوبة يعني ماينفعش أقول عشرون هقول عشرين طيب بعد كده في المدرسة اثنين وعشرين فصل وألف طالبا ركز معي تعال نتأكد من التمييز أنا عندي اثنين وعشرين لازم التمييز يكون مفرد منصوب ماينفعش أقول فصلين هقول فصلا مفرد منصوب مئة وألف ومضاعفات العدد ده التمييز بيكون مفرد مجرور فهنا المفروض أقول طالبين يبقى التصحيح فصلا وطالبين طيب تعالوا نتأكد من العدد هنا بنقول في المدرسة وإحنا لسه أيلن لك مدام فيه جر ومجرور في الأول يبقى الجر والمجرور دول خبر مقدم وهيكون عندك مبتدأ مؤخر يعني كده العدد اثنين المفروض يكون مرفوع وهو بياخد إعراب المثنى فبالتالي هنقول اثنان وليس اثنيني يبقى ده أيضا تصحيح للعدد ده وكمان العدد مرفوع يعني لفظ العقود ده اللي هو عشرين هيكون معطوف على مرفوع فبالتالي من الخطأ إن أنا أقول عشرين هقول عشرون طيب لو قلت قرأت ستة وعشرين صفحة في ثلاثة ساعات ركز معايا كده تعالوا نتأكد الأول من التمييز أنا بقول صفحة ده خطأ طبعا ليه لأن التمييز المفروض يكون مفرد منصوب العدد من 11 لتسعة وتسعين فبالتالي هنقول صفحة ده التصحيح طيب إحنا بنقول ساعات أيها ده صحيحة لأن من ثلاثة لتسعة بيكون جامع مجرور بالإضافة وهنا جامع مجرور بالإضافة طيب تعالوا نتأكد من العدد أنا هنا بقول قرأته ستة هنا صفحة مؤنثة إذن ستة المفروض تيجي مذكر فكده صحيحة طيب تمام أنا بقول قرأت يعني قرأة فعل التاء فاعل ستة هنا مفعول الوحر فعطف عشرين هتكون معطوفة على منصوب فبالتالي هتكون منصوبة إذن هي صحيحة أيضا وكذلك ثلاثة لأن ساعات هنا مؤنثة فبالتالي العدد هنا يخالف طيب لو قلنا فاز في المسابقة إحدى عشر طالب وعشرة طالبات ركز معي اتأكد من التمييز العدد حداشر لازم يكون مفرد منصوب فبالتالي كلمة طالب خطأ هنقول طالبا طيب عشرة عشرة طالبات طالبات صحيحة لأن عشرة لما بتكون لوحدها كده غير مركبة بيكون تمييزها جمع مجرور بالإضافة وهنا هو جمع مجرور طيب تعالوا نتأكد من العدد هنا بنقول العدد حداشر بيوافق فهنا طالب ده مذكر يبقى ما ينفعش أقول إحدى أو الأحدى عشرة طيب بعد كده عشرة بتخالف لو هي لوحدها يعني من غير ما تكون مركبة طيب طالبات مؤنثة يبقى لازم عشرة هنا تخالف فهقول عشرة وليس عشرتا طيب تعالوا بينا ناخد حاجة على التمييز الملحوظ لو قلنا استخرج التمييز فيما يلي لو قلنا مثلا ازدادت شوارع القاهرة في الصيف ازدحاما وكان غير مصبوط هنا مثلا استخرج تمييز ملحوظ وبين للتمييز ده هو محول عن ايه فاعل ولا مفعول ولا مبتدأ ولا نائب فاعل هنا جماعة احنا اتفقنا قبل كده ان ازدادة النكرة التي تأتي بعده بتكون تمييز ولكن احنا هنا ما بنشترطش في النكرة انها تكون يعني بعد ازدادة مباشرة لا هي بتيجي بعد ولكن ممكن تكون تاني كلمة تالت كلمة رابع كلمة ايا كان المهم ان هو بعد نكرة منصوبة فانا عندي هنا بنقول ازدادت شوارع القاهرة في الصيف وبعد كده لقيت نكرة منصوبة ازدحاما اذا ده تمييز ملحوظ وانا عرفته من الفعل اللي هو ازدادة طيب محول عن ايه انت عندك هنا ازدادة ده فاعل يعني دي جملة فعلية يبقى تستبعد من ذهنك كده ان التمييز يكون محول عن مبتدأ كده هندور على محول عن فاعل او مفعول او نائب فاعل طيب تعال كده نرجع الجملة الاصلة هو ايه اللي ازداد هو الازدحام يبقى الازدحام هو الازداد اذا هو الفاعل اذا هو الفاعل يبقى كده التمييز ده كان في الاصل فاعل يبقى كلمة ازدحاما تمييز ملحوظ محول عن فاعل وطبعا الاعراب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة وزي ما قلنا محول عن فاعل طيب لو قلنا ومن اصدق من الله حديثا احنا اتفقنا في وزن افعل ان النكرة التي تأتي بعد اي كلمة على وزن افعل بتكون تمييز والتمييز ده بيكون ملحوظ وزن افعل يعني ايه يعني اي كلمة على هذا الوزن يعني اجمل على وزن افعل اقبح على وزن افعل اسوأ اقدر اروع كل هذه الكلمات على وزن افعل تمام فانا عندي هنا كلمة حديثا نكرة جاءت بعد اصدق اللي هي على وزن افعل يبقى حديثا هنا تمييز ملحوظ وطبعا الاعراب تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة وبكده نكون انتهينا من درس النهاردة يارب نكون افدناك ونشوفكو دايما على خير ان شاء الله